في غمرة اجتداد العمل العسكري يتراجع الحديث عن الحل السياسي أو وجود طريق يمكن التوصل من خلاله إلى اتفاق يوقف الحرب ذلك ما يؤكده المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي الذي قال إن الحركة الحوثية لا يوجد في قاموسها ما يسمى بالحل السياسي وأن جماعة الحوث عبارة عن ميليشيا مسلحة لا تعرف إلا لغة السلح كما أكد على أنها إحدى أذرع إيران المسلحة لا يبدو مثل هذا الحديث الآن جديداً فالجماعة الإنقلابية التي قضت على فرص السلام منذ عامين وساهمت بتحالفها مع الرئيس المخلوع على اجتياح المدن ومؤسسات الدولة كما شنت اختطافات ضد معارضيها بالإضافة إلى إشعال الحرب في أغلب المحافظات كانت بذلك قد اختارت السيرة في طريق الحرب ليس إلا الحديث عن حلول سياسية للآن يبدو غير ممكن إذ تذهب الجماعة الإنقلابية وحليفها صالح كل مرة إلى إهدار الفرص وإفشال الجهود الدبلوماسية بينما تواصل عملها العسكري وارتكاب الانتهاكات التي من شأنها ألا تؤسس لمستقبل سلام دائم مندوب اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني هو الآخر كشف عن عزم الحكومة مجددا تقديم ملف متكامل للأمم المتحدة حول تدخل إيران في الشأن اليمني كما انتقد اليماني دور الأمم المتحدة ذاتها التي وصلتها تقارير إلى الأمانة العامة ومجلس الأمن لكن دون أن تتعامل معها بالشكل المطلوب ربما أراد اليماني توصيل رسالة مفادها أن المجتمع الدولي يتعامل بمنطق العاجز فيما يتعلق بالملف اليمني خصوصا وأن الحديث كان عن فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تطبيق قراراتهم الدولية بحق جماعة الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع الذين أدرجوا ضمن قائمة لجنة العقوبات الخاصة باليمن قبل عامين من الآن إذن في ظل العجز الواضح للأمم المتحدة ومجلس الأمن وتصلب الجماعة الإنقلابية خلف مواقفها غابت الآمال التي تشكلت سابقا حول قرب انتهاء الحرب في اليمن اشتركوا في القناة